أستاذة إيناس تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني أنا أسفى أن أنا هسأل حضرتك سؤال برا الموضوع أو يعني أنا في الفترة طبعا كلنا بنشوف فيها اللي بيحصل في غزة يعني كلنا متحطمين نفسيا جدا وتعبنين يعني وأنا بفكر في الموضوع بطريقة مختلفة شوية أنا أولا أنا إيناس ممدوح دريز أنا بنت حفيدة الشيخ عبدالله دريز على راسي على راسي الشيخ مشايخنا الشيخ مشايخنا الشيخ عبدالله دريز جزاك الله خيرا الشيخ عبدالله دريز كان ليه مقولة في تفسير الهجرة النبوية الشريفة نعم طبعا مع احترامي لكل العلماء اللي تكلموا في الهجرة النبوية الشريفة تفسيره في الكلام ده كان مختلف عن الجميع يعني هو قال إن المؤمن لا ينبغي عليه أن يقبل الزلة في مكان إن ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تكن أرضه الله وسع فتهاجره إليها وأول فرد فرد على المؤمن على المسلم الهجرة الهجرة فردت عليه الهجرة لنصر الدين يعني ليه إحنا كلنا بنطلب من الفلسطينيين إخواتنا في الدين إن نحن نقد نتفرج طيب خليني خليني يا أستاذ أي ناس أولا أولا تهاجروا فيها بس خليني بس أقول لحضرتك يا أستاذ أي ناس أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة المسألة مش مسألة يعني عشان بس نفهم التحليل المسألة من بعد واحد بس مش هيخلينا نفهم القضية كلها لا إحنا ما بنقولش لحد إنه يرضى بالزلة والمهان لكن بنقول كمان إن الناس لازم يكون عندهم حكمة في إدارة هذا الملف هذه بلاد هذه بلاد لا يجوز إن حد يفرط فيها والمسج الأقصى قضية كبرى ليس لأحد ليس هناك حق لأحد إنه يفرط فيها ولذلك إحنا موقفنا في مصر إن دي قضية لا يجوز التفريط فيها وكل اللي إحنا بنعمله عشان عشان نقدر نحافظ على إخواننا الفلسطينيين وفكرة إن الناس لما يضطهدوا يسيبوا مكانهم طب إيه قيمة الوطن ولو إن الناس شافوا إن الناس هاجروا من مكة للمدينة بس رسول الله رجع لمكة تاني يبقى إذن رسول الله كرس فينا حماية الأوطان وحفظ الأوطان لكن ده ما يبررش للناس بشكل أو بآخر إن يفتحوا الخطر من كل جنب من كل جانب إحنا لابد إن إحنا نقول لابد أن نحافظ على أرواح المساكين والمستضعفين والمدنيين ولابد إن إحنا نسعى إلى إن إحنا نساعدهم على التنمية ونساعدهم على إنهم يجعلوا بلدهم أكثر رقياً وأكثر تنميةً وعشان كده تعالوا كلنا ندعي ونتبرع بالدم ونبعث الإخلاسة وليه عانى الإخواننا لكن ما نقولهمش إنهم يخرجوا من أرضهم ولا يسيبوا أرضهم لا أنا مش موافق على ده أنا مش موافق على ده ليه لإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ترك الصحابة يتمسكوا بالأرض في مكة فده فلازم نقرأ المسألة من كل جانب فالهجرة لا نتمسك بالأرض والتمسك بالأرض واجب شرعي والتمسك بالأرض حفاظ على العرض وإحنا كمان متمسكين بالقدس متمسكين بكل مقدساتنا وعشان كده لازم نمتن ونقوي جيشنا ولازم نمتن ونقوي قوتنا عشان دوت اللي يخلينا نحافظ على مقدساتنا ولا نقبل الزلة والمهانة أبدا ده شيء مهم جدا ان احنا لازم نقوله ونكرسه ونكرره دائما ولا تهنه ولا تحزنه وإحنا لا هنهون ولا ده ينال منا ويخلينا نتفتت ونشعر بالوجع والألم وده المراد ان احنا نشعر بان احنا بقينا تفهين وبقينا ضعفاء لا لا خالص الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى هيكتب الخير والتوفيق والسداد لهذه البلاد ولبلاد المسلمين دائما ان شاء الله اشتركوا في القناة